صوفيا تقول أنا في كل خميس ليلة الجمعة يعني أرسل مقطع صوتي في التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حكم ذلك أختي صوفيا بارك الله فيك بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة من العبادات وقرب من القربات فالله جل وعلا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة وكذلك عند ذكره تتأكد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا حرج عليك من باب التعاون على البرد والتقوى التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في المجموعات التي عندك في الواتساب أو في غيرها من الحسابات وذلك بأخذ حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإرساله أو مقطع صوتي مثلا وتنوين بهذا التذكير تذكير الغافلين وتنبيها الغافلين وتذكير الناسين مثلا وأفضل شيء أخت الفاضل لو زدت على هذا بذكري يعني تأخذين من كلام أهل العلم ما يتعلق بأحكام يوم الجمعة وآداب يوم الجمعة مثلا من الإختسال ومن التطيب والتجمل ومن التبكير إلى صلاة الجمعة وبقية الأحكام التي ذكرها العلماء بارك الله فيك